مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بحضراتكم مثل انضمام مصر الرسمي إلى مجموعة بريكسي في يناير من عام 2024 خطوة منتظرة لما لها من تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري عبر المساهمة في توفير الاحتياجات التصناعية ومدخلات الانتاج من الدول الأعضاء وبتسهيلات تساهم في خفض الطلب على الدولار ويعد انضمام مصر لبريكسي تأكيدا على متنة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر والدول التكتل وعلى مكانتها الاقتصادية والجو سياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن شأن ذلك أن يساعد في الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة الاقتصادية والاستثمارية المصرية في السنوات الأخيرة بما يزيد من فرص مصر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسعى مصر لتحقيق عدد من الأهداف بانضمامها إلى تكتل البريكس أبرزها تعزيز الشركات إقليميا ودوليا وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضلية التي تتيحها اتثقية التعاون والتبادل التجاري سواء في جانب جذب استثمارات أو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات فضلا عن توافق الرؤى الاقتصادية للبريكس مع مستهدفات رؤية مصر 2030 كما يأتي توطين الصناعة المصرية على رأس أولويات الدولة من خلال الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج وتتعدد المكاسب الاقتصادية من وجود مصر داخل تجمع دول بريكس إذ يشمل تعزيز علاقاتها التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسة وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لتصبح مركزا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية ومع تطلع الاقتصاد المصري إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية كذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهايدرجن الأخضر فإن التواجد في البريكس يسمح بدفع مزيد من الاستثمارات في تلك المجالات التنموية المهمة بجانب تبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء خاصة تلك المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا ويسهم وجود مصر داخل تكاتل بريكس في تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصة وأن هذا التجمع يستحوز على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي من تجارة الحبوب ويتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لتكاتل بريكس بعد انضمام الأعضاء الجدد وعلى رأسهم مصر إلى 38% من إجمالي الناتج المحلي العالمي المتوقع في 2024 مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موجزا عن أبرز الأهداف والمكاسب الاقتصادية المتحققة من الانضمام المصري إلى مجموعة بريكس أشكر لكم حسن المتابعة